موسيقى مصيبة أن تدرس بلا تفكير ومصيبة أكبر أن تفكر بلا بحث ودراسة سيدتي وسادتي مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا حديث الناس سنحاول من خلالها أن نتناول عدة قضايا ومستجدات راهنة داخليا ودوليا مع ضيوفنا الكرام الذين يمثلون تقريبا مشارب سياسية وإديولوجية وحتى فكرية مختلفة بهذه الحلقة تحضر معنا كالعادة سيدة حذامي محجوب الباحثة الفلسفة السياسية الأستاذ المحامي ورئيس حزب الحداثة الذي لم ينجح في الانتخابات سيد عبد الروف العزاوي ياه يتبين تبين التقارير على الانتخابات الكل مضلوبة وتمويل فاسد وتمويل من خاصة وتمويل من صحايا إيه لا عددتني فورا أنا أرجع لك وبعد طرسة طرسة قدش يجب تعدد الصوتك وكذلك النشط سياسي والمحامي للأستاذ سامي جميل والعميد الأستاذ وصديق البرنامج الأستاذ بشير سيد أنت كنت قاضي سابق زباسي بشيرة بشرت القضاء بشرت القضاء وأنا اللي أسست جمعية القضاء هذه اللي يحكوا فيها سأحكوا فيها من بعد مرحبا بكم لحد نبدأ الحلقة هذه بصورة والمثل الصيني يقول رب صورة خير من ألف كلمة نشاهد مواطن ينام مع تفطريق على نسيف وقد وضع على جسده عالم تونس هل تشوفوا فيها تصويرا من عرش هذه صورة معبرة ومؤثرة جدا نحن قبل كنا نقولوا ما عنيش هذو ما لس ديافي تسميه ما عندهمش سان دوميسيل فيكس ما عندهمش وين يسكنوا نقولوا التونسي رحمة للتونسي وكل واحد في نهاية الأمر يلقى وين يرقد في الليل ويلقى شنو يكل وصلنا لهذا ما الغريب هو أنه حتى الذي ليس له بيت يحط عالم تونس يعني السياسة بارتو حتى في الشارع يعني السياسة والوطنية موجودة صورة معبرة وصورة يندلها الجبين لحقيقة معناها يكي نشوفوا احنا لعا 12 مليون احنا لكلنا ناس وصلنا معناتها يرقدوا في الشارع وفما ناس وصلت تاكل يكلوا مزبل البرباشة برشة أشياء ظواهر كنا نعتبر تسول كثر برشة هجمة كبيرة ياسر في كل مفترق في كل زاوية خاصة في وقت جيحة وفي وقت معنتها سامي شو مرحبا والله أنا رأى ذي نتيجة حتمية وطبيعية للمشروع اللي وقع وضعه لتونس اللي هو مبني على الفوضى والإرهاب والفوضى عندها مظاهر هي المظاهر الشعبوية حتى الفقراء في تونس والله شعبوي وإلا ما دخل عالم تونس في هذا المظهر بالدير لا أظن ذلك أعلم أصعب من أنه يشير من الفرش أصعب علي نجي من أحياء أي علم من إدارة أو المدارات؟ أعلى إدارات ما عادش فيها أعلم ومسخة ذيها علم جديد وصورة مجعولة العلم الكبير ذلك بعشرة آلاف نعرف سومه والصورة هذه مدروسة ومعمولة لإثارة الرأي العام لا تغير وضح وذي هي مظاهر الشعبوية اللي دي من أحكيوه عليها والفوضى أنا أقول ما نتصورش أنه ما نهم شو عملوها تصويرها بالعين ولا تصوروا ذلك أما نقول بلادي أون جرت علي يمكن كانش فيه مظاهرة شيء بهذا ما جاي من منطقة أخرى ما لقاش وين يبيت ما عطاوش وجماعة المصروف ربما اللي انتدبوه تفهم فيه تغطب الدرب ولكن الصورة مؤلمة بصراحة معناها أنه يوصل شباب معناها أنه يتغطب العلم من تحت تونس أو يتغطب إيزار حتى منع عادي في الشارع وبيت كي بالشكل هذا المفروض الناس اللي انتخبهم الشعب التونسي ولا جزء من الشعب التونسي وأنهم يخمموا ويحيروا على الناس الشباب هدايا وعلى الناس عظمها ويلقابلهم حلول لمعناها لحياة الأفضل هذا يا شنقول سيد العميد خويا في الحقيقة أنا أقول هذا كله يرجع إلى عجز النظام الحاكم الذي ابتدى من أربع تهجام في 2011 إلى الآن لأنه زاد بوسا وزاد قهرا وزاد احتياجا حتى أنزل المواطنيين إلى مذلة بكل أسف دليل على أنه مش حقق مش أنه ما حقق مكاسب أنه حقق بلاوي وحقق مصايب لهذه البلاد وضح تعرضوا لها في المفارقة وقلني شاهدوا الصورة هذه نقا في نفس الوقت رئيس البرلمان الذي هو ليعد اليوم أقوى شخصية سياسية في تونس وعلى يده هو تصنع كثير من السياسات والقلارات في تونس ونقص التحديد أن السيد راشد الغنوشي يدعو إلى حوار وطني للخروج بالبلاد من هذه الأزمة وهذا المأزق الذي وجدت نفسها فيه من عرش مأزق نظام مأزق دولة مأزق معناتها مرحلة تونس بالفعل اليوم في مواجهة فوضى في مواجهة حالة من الاحتراب الأهلي تونس مفتوحة على كل السيناريوات والاحتمالات هل بالفعل أنه الدعوة ليوجهها السيد راشد غانوجي زاد في الوقت اللي يشوف فيه البرنامان اليوم ولا يصدر في العنف ولا معتها منطقة تنازع بين قوى سياسية متعدة شفنا إلى أي درجة وصل معناة الحالة هذيك هل الحوار يجدي نفعا تفضل حالين أستاذ راشد الغانوجي أما مثل تونسي ما يقولوا في تونس ناس بكري ما خلاوا حد شايل الغفلة يبيع القرد ويضحك على الشارية درجة من 14 جان فيش كون اللي يحكم في تونس من 14 جان فيش كون اللي يحكم في تونس وش كون اللي عنده المسؤولية السياسية على كل مجرأ إلى أن نصل إلى ما وقع التو في البرنامان ما همش النهضة هما هاللي بدايوا بالعنف ما عندهمش المسؤولية المادية المباشرة هي تلاف الكرامة اللي هو ذاق ما عنده من أذرحهم ولكن هو عنده المسؤولية السياسية هو وقت اللي يخرج بيان في المجلس عمل بيان لبش يدين العنف قال بش نعملوا تحقيق ودين العنف وأدعو إلى التهد أو للحوار وما ذكرش لأتلاف الكرامة ما ما زال بش يحقق ما هوش متأكد هو اللي يتسطر عليه وهو اللي معنتها يحميه ويعطيه معنتها الحماية السياسية يجي يقول لنا على الحوار ما هو نعرفوه عليش يحب على الحوار يحب على الحوار على خاطر الاتحاد من جهة قال نحب الحوار من جهة أخر على خاطر حركة الشعب وطيار الديمقراطي كيف كيف حبوا هو مازده كيف كيف يعملوا حوار وهو دي ما يحب يورينا لي هو شخصية الجامعة وشخصية اللي تفكره المسلمين وما عمل حتى في التوينسة وكل شنو هم حوار خياتي هو كان يستقيل تو يريح ويستريح كان يستقيل من المجلس واضح سامي بالنسبة الراجد الغنوشي أتفرجوا في الفيديو ما قاعد يسير في المجلس بعض المشاهدين معروف بخزع بالاته وتلاعبه بالسياسيين وفي هذا الإطار بديه مشروعه جديده متع التلاعب وبث الفوضى في البلاد والدعوة للإرهاب أنه سيب الأجنحة المسلحة متاعه اللي بتمثله في سيف مخلوف وهو الأسياد ذا يعرفوا سيف مخلوف لما اتخل المحامات 2007 أول مرة أنا شفت مغاطر كنت رئيس الخالية التجمعين محامات التجمعين وقعدوا في الدور الثاني المرحوم عفيف بن يوسف عفيف بن يوسف سي عفيف بن يوسف وسي محمد لهاتف رئيس الفرع هذا رئيس الفرع في الانتخاب أذيك أول مرة أنا وعينت سيف مخلوف وعمال اللي عامله يعني يذكر هالتاريخ ساعة هو المحارض وإحنا بسمينه الفرخ حاشيكم تارو الدين اللي بحير وقت اللي كانت المعركة متوازنة بين اليسار والإسلاميين وإحنا التجمعين اللي دخلنا فيه وسي محمد الهاتف كان معنات هاللي متفوق بثلاثة أصوات ولا خاسر أربع أصوات يحسب هو أعمال الهاتف وجيت راجل ناسرعي وما أدراك هاي هي تتذكره وجيت معاها مجموعة من اليساريين اللي مجاوش خاطر حسين ورخا المعركة مخصورة كالعاد انتصب سيف مخلوف وحت يد منه ويد منه في البيب وتتذكره وقال لن يدخل وبشيت كلمته وما تخلي حتى حد واخسر المحمد الهاتف ويسمع فيه بتلاثة أصوات وذي كأول مرة يستعمل فيها سيف مخلوف العنف بإعاز مباشر من نوردين البحيرة وبعد ما تسكر البيب وأغلقوا رغم اللي بازالوا بعض الدقائق ناو بالانتخابات جاء نوردين يهدي فيه قالوا ليه يا سيد وفيه مقابل دالك شخذاء سعيدة العاكرمي اللي هي تسمع فيها تعرفني منيها أعطاتوا قادم سبع لاف دينار بشريه سيارة مرساديس ميتين ونبعين سيري من عرش قداش هذه سعيدة كانت نجمة جاوبني تتفض وسيف كان يكذبني يتفض والزملاء هام حاضرين كان يكذبون يتفض اللي سيف اخذي قرض من الهيئة الوطنين المحامين وهي أميت مال وقتل للهيئة ما تعطيش قروض هاي وشريه سيارة مقابل أنه ربح المرحوم اللي هو راجل طيب وفاضل ورحم ورحموا عليه في الانتخابات بفرق نجيب وعلى بفرق ثلاثة أسوات هذير الفوضى اللي تراوا فيها تاو بإعاز من راجل غنوشي وقتا رأوا اللي سير الانتخابات راجل غنوشي من بريطانيا يسير فيه رأوا ليلة الربح عبدالرزاق الكلاني انتخابات الفين وعشر مش نوذك وخطف المحام نفسه قاعد يتعاود لانه نفس الوجوه اللي تراوا فيها الكل هذي كانت في الصحة في انتخابات المحامين موش عبدالرقوف ولا سيل باشير مش يقول لي عكس هذ ليلة انتخابات عبدالزاق الكلاني الاخر دقيق قالوا ما نعطيه في نادي المحامي ما نحبش نسمي الشخص يستنعوا في تعليمية راجل غنوشي لانه كان فما عركة قسيبقة بين عبدالرزاق الكلاني وراجل غنوش باش يعطي مانا الاذن باش يصوتوا لعبدالرزاق ولا المرشع اخر ما نحبش نسمي اخر دقيقة مشيت لعبدالرزاق وانت صر العبدالرزاق ومن هنا كانت ساعة كان الصداق الشرعي اللي تكتب بين الاسلاميين والياسيريين وشق من القوميين سباشير ما كانش منهم للتاريخ ووقتها بديت حركة 18 اكتوبر وقع تكليفة من طرف المخابرات باش تنخل النظام بني عليه ومهوش صدفة انو انخسرنا الانتخابات اربح شقة 18 اكتوبر الانتخابات في شهر جوان عملنا جويلة وبعد في 17 ديسمبر الكلو مربوطه ببعض الكلو مربوطه ببعضه حتى وصلنا لانهيار النظام وبعد تحط المشروع اللي بعده نبدأه بالعنف نقتلو شجري بالعيد نقتلو النبرام نقتلو نجذ وديما وقت اللي تتحصل العملية ايبارة ونعملو حوار الحوار اللي شابوتيك وبتوزور بالاتحاد الاتحاد شق منه متعاطف ولا احنا نقول لك متواتق بحركة النهضة وصير فيه رجل غانوش والشق الاكبر وتو دعوة الاتحاد للحوار والمسرعية الكلة طالب الغاية مناشنية هو ضرب الحزب الدستوري الحر والله واضح عنو سمحني بشانقولك واحدة تعقيبا على كلمك وقت علقت قلت ما حصل بين الاسلاميين واليسار وقع زواج شرعي انا نقولك زواج زواج المحرمات زواج المحرمات زواج محرمات وقع زواج وقع زواج خلال حوار انا اخوي نحب نحافظ على البلاد وقلتها المرة الفيت ونعودها راشد وعبير يمشيوا على الروح ويقولون اهو تحب الصدق باش البلاد تركح وثم قواء اخرى تقدمية موجودة في البلاد نجم تسير البلاد موجودة ياسر موجودة مبشير السيدة وقومي وحن ينجم يسير البلاد مثلا قلت لي مثلا ناس قوميين يحبوا الوطن وناس مضاق وناس ما هم عدوش خلول في مجلد السياسي قوميين هم تيش عنا في الحدود الحدود تسعفها انتم البلاه وانتم الاعلام ينعم الاكبر اكبر اكبر مصيبة سمحني اكبر مصيبة اكبر مصيبة ماكم انتم اطلعوا احبتم في الاحزاب اللي تحبوا علىها احزاب الفاشلة اللي ما تجيبش حتى صوتها احزاب الفاشلة انتم من فشلتها لكن الاعلام سمحني راشد الغنوش خابير موسيق سيدا وقت اللي انتي ما تطلع على الساحة. يا سيبو بكر. اي. وقت اللي انتي ما تطلع انتي. ما نيش نحكي عليك انتي نحكي على شخص. ما نيش نحكي على ايه نحكي عن العلام بسفاعة. اعلامنا اعلام تعيز. اعلام 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 تعيز. سمحني. خلتوا وقت تقولي الانتخابات ما قلنا راوي من دلسة. ما عاودنا عشرين التقارير الدولية والداخلية والخارجية. وهيلاري كلينتون وعمار بزور. والكل الكل هم مخدومة. ها ودي نحن على نتبع. تونس رايي تبع. تابع امبراطورية كبيرة. اسمها امبراطوريان وريكاني. تاها الولايات المتحدة. كما الامبراطوريات القديمة الكل. هي اللي طلح. هي طب. بنعلي. نضيت مؤامرة. سمحني. ايه مؤامرة. تو سمحني. طب ما قريش كتاب هي اللي. خريت المذكهات. ايه. ما. بنعلي كيفاش نحوه. هما بنعلي موشد في الصحية. وقالوا القذافي. انا بنحط لك القوة العسكرية وكل متاع ليبيا. تاعت ذمتك. اجمع. اللي معاه من داخل. تابعين السيئة. قالوا له. ارحلوه. ركبوه. جاء يرجع. ما خلوه شو يرجع. انتروت. انا حين اذن. حين اذن انا شنقول. انا نقول وانه في المرحلة الحالية. يزم شوي رزانة. يزم شوي رزانة. وتعق. يا سيدي نسيسو بشوية بشوية. انا اخويا واني قلت لك. راني اصلاح. مانيش اقليبي. ومانيش ثوري متطرف. مصلح. هش نقول. يا اخويا الناهضة هذه راهي جزء من البلاد. سيسايف مخلوبة. هو جنح من اجنحة الناهضة. صحيح. ندعوهم الى الهدوء. والرسانة. والكلام اللي قالوا. سي العافيس. رو تعفيس. قاعد يعافز في البطن. هنقول هلو. متوجه. ليه. لان نتول مرحلة ما هوش حديث على المرأة. باها ولا علاها. ونقول له. وان نتوجه له مرة اخرى. سي العافيس. لكان هنساء العزيبات. وصلنا الى هذه الدرجة. انت كعضو مجد دواب. منتخب. باش ترعى. وتصهر على مصلحة. المرأة والرجل التونسي. اش عملت لهم. باش تخرجهم منك الحالة هذه. مش باش تزيد. كما قال. معنا سيدنا. سيدنا عيسى. وقت اللي جابوله زانية. قالوا باش يرموها بالحجر واليهود. معنا حسب بالتاريخ. انهم يموتوا على الهضبة والضوضاء والكذا. قال من لم. يقوم بذن. فلم يرميها حجر. وبالتالي. السيد هذا. ان قولوله. انت راجع نفسك في موقعك هذاك. اش تكون به. مكش مفتي. ديارة تونسية. ومكش انت تعضع نفسك مقام الرب. انك تحكم على كل مراه هذيك بها ولا علاها. وباش يوم باش دخلها. انت الجنة وإلا النار. وبالتالي. انا اقول. ادعو دائما الى التهدئة. الجروس حول طاولة حقيقية للحياة. لكن تقول لي. اه الاطراف هذه اطراف خبيثة. ونقول لك اطراف خبيثة. والسياسة ملقى بي. الاطراف الخبيثة. وما لا جميوس الحد. الى الرياسة في العالم هضايا. الا ان يكون من اخبث الخبثة. وهذاك عليش. النخبة اللي طالعة. هي نخبة خبيثة. ما خفيتش ربي. في البلاد. شوف عدنا عشرة سنوات. والليات توا تدعو فيها معاناتها. يا خي. سامحي. صوت العقل والتاهد. يا خوية ما نحن. وصلنا الى مرحلة. سامحي. يا سيب بكر. يا سيب بكر. ما هو موجيه تحت الضغط. جاء. خلغنوش هكاكا جاء واحده عن هذا الحوار. ما هو تحت الضغط الشارع. تحت الضغط الشارع. مجيش هكاكا للحوار. طلب الحوار على خاطر ثم ضغط شارع. ثم قطاعات. توقفت البلاد. توقفت. ثم شكوني نادي بيحل البرلمان. خلي كملك. ثم سفينة بيش تغرق. وثم شقف بيش تغرق. هو قال سيدي هالسفينة قبل ما تغرق. انا مليش يدفع عليه هراني. ومليش يدفع عليه ودفع العفاس هدا. مليش دفعتش على العفاس. هتجد المبرات العفاس. ما كتلوش كيفاش قطلو. قلو كنايب مفروض ان كتبوه جدا. هي مفروض يقول هي مخطأ هو. هو مخطأ مرفوض. شارك حدامي تصدع حدامي. شوف انا للعفاس. هو دفع عليه العفاس. شوف موقفك المفروض. انت تلقالها حد. وبنت اي فهو مخطأ. هاي مبرر. هاي مبرر. انا نعتبر هالقضية اللي اثارها هذية. هالنائب هذية. اللي من الاصل ما حقوش وصل للبرلمان. لانه عنده قضايا وعنده مورط في التصفير وكذا. انا نعتبر مثلا حزب التحرير مع اختلافي معا حزب التحرير ولا يؤمن بالدولة لا حد شيء. نحترمه اكثر من العفاس. عليش خطر حزب التحرير مشاركش في انتخابات. مشاركش في انتخابات. ورافض الدولة ورافض الدستور ورافض كل شيء. معناها على الاقل معناها متصالح مع نفسه متصالح مع الفكرة. وفي. 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 وصل. عفاس بالحق الاسم على موسمة سبحان الله. العفاس معناتها وصل للبرلمان عن طريق نظام انتخابي عن طريق اقسم اقسم على الدستور وكل. كيفاش يجي في برلمان ويقسم التوينسة. معناها انتم وهم والمرأة البرجيبية وهو وهو محتكر الشريعة. انا شريعة تحكي عليها. انا شريعة. انت ليه محتكر الشريعة. انت ليه تفهمش بالشريعة. ما يعرفش الشريعة. لا ليسي بعزاوي شوف شوف شوف. شوف ابنه رشد. ابنه رشد. ابنه رشد. في العصر. ابنه رشد. ادعاء للمساوات. وامن بالمساوات. باش يجيني انا محمد العفاس اليوم في برلمان الفين وعشرين المرأة تونسية. باش يحكي الحكاية هذية. معناها هو مودان من كل الاحزام. ولهي مودان فيه. انا نحكي على المفروض ماذا يجب ان يكون. اما هو موقفه. معناها معدوم فاسد. اللي تتصوره انت تقوله انت. وانا ضده انه في الكلام اللي قاله على المرأة. هذا كل ما اتفاق معاك. ولو سيبوا بكر دي ما يحاولوا انه ربما ما باش يسخن الجو يسخني اكثر. اما انا اخويا راني نقوله. لا نقوله انا راني يسيل عفاس. لان نصوته. ولان نجي ما نصوته. ولكن ما نجيش نحكم عليه. بالاعدام السياسي ما دام ثم شريحة في البلاد التونسية صوتت له. ينزم كما قلت في عام 92 في اللجنة المركزية. ينزم التعامل بالفكر مع الظلاميين. ينزم كتواعي شعبك. تفاهموا وان النوع هذا ما يزموش يصعدوا ويوصلوا للموقع هذاك. هذا يش اقوله. هاي قلت في وقت اللي كنت انا واتهمت واني نتبع. كيمة لاني توسبوا بكر. واني انا مبرر في الموقع. لا لا لا. انا تهموني يحدثين التسعيل من مبتيات عارض الانتوان السياسي. قال لي سمحني. قلت انا وقتها في التعامل مع الاجتماعيين. لا يجب ان يرتقون بالطريقة البوليسية. راو يزمنا نرتقيوا فكريا ونفاهم. ونتغلبوا عليهم. ليه. بانفكر والعقل. اه. شوف شوف. انا مانت ريطان يتحاسب لانه. لانه في حرب اهليه. لي مش حرب اهليه. لانه دعال. احنا ما عندناش. الشعب التونسي ما عندناش باشي تحول. توا فيليبيا عندهم البترول. لا ما تهم. لاحظة برك. في ليبيا عندهم البترول. نهارة اللي يفزوا. يحلوا الفناتو بتاع البترول. ينجموا الناس كل تاكل. اهلا لو كانت سينر حاجة كما بالشكل هذا. حرب اهليه. ناس تاكلوا بعضها. شوف. شوف عندك الحق. اما يتحاسب. انا معاه التوعية وكل. لكن يتحاسب بالقانون. لانه وفم حتى نظام الداخلي بالقانون الداخلي. سيباشير عاش. القانون الداخلي نجم حتى تليس. ما عاش يتكلم في البرلمان. في الموقف. موقف. القانون الداخلي. يمنع لي في كذا الجلسات. يمنعوا. 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 سامح لي سيباشير. تفضل. سامحنا السيد. حسب اعتقادي وحسب رأيي. التوجه السياسي في تونس كله. بداية من اربع تجام فيه. الفين وحداش. هو توجه مخطي وغلط. تماما. لان هذا التوجه باحزابه وروسائه وبرلمانه. لم يحقق اي مكسب. بل حقق اضرارا فادحة للبلاد التونسية. واخرها تأخيرا كبيرا جدا. الانحراف اليقاع. اول انحراف اليقاع في هؤلاء السياسيين. سواء كان خاصة بالنسبة للذين تبووا الحكم. هو انهم عوضة ان يتوجهوا الى اصلاح البلاد. معناها ويشوفوا اهي المشاكل اللي يحلوها ويدعموا الشعب التونسي ببرامج وباعمال. هم اتخذوا منهج اخر وهو الخصام بينهم والتناحر بينهم. ما عادش مهتمين باي قضية وباي مشكلة منها لفايدة البلاد ولفايدة الشعب وحتى الفايدة مهمة. ولا طيحني ونطيحك. المطلوب الان لا حوار ولا حتى شيء. هل ممكن؟ سامحني هل ممكن؟ حوار هو ايجي لكن اشني شروطه؟ انا في رأي المطلوب التونسيون بمختلف سياساتهم واحزابهم وقوائهم والمستقلين امتحهم. سوف لا ولن يصلون الى حل لفايدة البلاد إذا ما يقوموش بناتهم بمصالحة حقيقية. ها ها كلام زي. ما سامحني. هيا تخلي عادة. خلي كمل عادة. يهديك. ولذلك ما معناها أنا حركة مهما كان في البلاد تحيب تجي تقصيني وطيحني. معناها انتهجوا في سياسة الاقصاء مع بعضهم والتناحر في بينهم اما طيحني اما طيحك. يا سيدي انقذني في افكاري. انقذني في برنامجي. جيد. الى ذلك. اما انك أنا كحركة ونسية مهما كانت موجودة في البلاد من حقها باش تنشط. ومن حقها باش تساهم في القضايا الوطنية واتدافع عن الشعب وتقول رايها. لكن انت مش تقاومها. اخي احنا وقع انتخاب البرلمان باش يستعمل العنف. كلهم سمعني هؤلاء النواب جامعهم اتخذوا سياسة واتخذوا منهج واعمال هي ضد البلاد. واضح. ضد بعضهم. واضح جيد. لذلك المطلوب اذا كان بالفعل تم نوايا حقيقية وحب يصلحوا البلاد ويحبوا لفايدة البلاد. يقوموا بمصالحة لا عاد انطيحني ولا عاد انطيحها. ايجا نتفكوا منع اشني مصلحة البلاد. واضح. واضح. كل كيف كيف كيف. واضح. اما انحب ان ناخد عقيب من سي سامي جميل. حتى الموضوع والكلمة اللي قالها اختيرها سي عبدالوبازوي. واختي قال انه من عام 92 كان يدعو للحوار مع الاسلاميين او الاسلام السياسي او الجماعات هذو ما. شو رايك انت. اذا رب على الطاولة داخل هيكل حز في المسألة هذي. اول اجابة مش مش تكون شخصية لان ما نحكي له في المطلق. اه. الاول من بادر بالمحاولة هذي هو الرئيس زل عبدين بن علي. واول من دخلهم للانتخابات وشركهم هو الرئيس زل عبدين بن علي. ساعة ماني ساعة. واول من استثاق وعفاء على رشد الغنوشي الرئيس بن علي. انقذوا من حبل مشلقة اه. واول معفاء على جميع القيادات الاخوانية. اه الرئيس بن علي. ام. يعني في المجيل هذي مهمة حتى واحدة نجمي يعطي درس لبن علي. ميت بقينا بعد ثلاثة سنوات منه. واللي يضرب على الطاولة ضرب بمخر. يعني ايه. لانه مختشل القلب بن علي على الاخوان. عندما اكتشفه ان الاخوان يخططون. ليش؟ الانقلام. على شكون. على الشرعية. في سبعة وثمانينة نجم واحد يقول بن علي ما شدش الحكم شرعيا. واحكيلي قولي شهادة طبية كان عنده شرعية الشارع. مش شرعية الانتخابات. كان عنده شرعية الاداء في السنوات اللون لمتاع. فما واحد ينقف شرعية بن علي حتى للفين واربع واللتين. مش كان فما واحدة وطنية. واجميها حول شخصه. واجعميها حول انجازاته. من اليسار الى اليمين. شكون اللي فزد الاجماعة. شكون اللي خلق بن علي ينقلب على الديموقراطية. مش الاخوان دفعوه دفع عنه. مش الاخوان حاولوا يقتلوه. مش الاخوان حاولوا ينقبلوا عن نظام. صاروخ استينجر. استينجر اخي ما كانش معروض بالمحامية في المحكمة العسكرية. واحنا داخلين خارجين انا وقدر حديث عهد بالمحامية. ما فهمتوش قد اخي المحكمة مش اعمل فيها جثة. قالوا اذاك استينجر وبعد اكتشف كل ما قالوا بن علي. وارجوا لكلام الساحبي. هاني بعث تلك كل نهار الفيديو. العامري. ما قللكش الاخوان قلبوا على بن علي. وقال لك حماد الجبال هو العمال التفجيرات. وقال لك انا الرب. سمحني انا سمحني. كلام مش موجه نحوي. سمحني. قمت ممخر. انا ما قمتش ممخر. وهو سمحني بن علي المفروض. رأوا يعرفوا ان الاخوان انقلبوا حتى على جمال عبدالناصر. وكان معهم قبل ثورة 52. وبعد 52 خلاهم ليمدة ثلاث سنوات. لين عملونه محاولة تغتيال نفس السينار. تم تاريخ. مفروض يكون يعلم. انا قلت وقت الاحديد. باش مهيد. يقاش تحريف وقت اللي. معناها. الوقت اللي وقعت البداية المواجهة عام 93. ما بين التجمع قوية. ما بين بن علي فليتو. والاخوان والتجمع بالطبع. معناها قلت انا راهو. المقاومة. ما قلت يا الحيوان. المقاومة تكون بالفكر. قلت المقاومة تكون بالفكر. ويزمنا نتعلم حتى وصول دينا. يتمع بها. ما زال ما تعرفش حتى شروط. معناها نواقض الوضوء. للتو. وبالتالي نحن حتى نحن في تعليم. نحن كان تعليم. معناها فيه. معناها جزء كبير. يا أما معناها بعض الاسلام. مية في المية. وإلا توا يقعدين يغطسوا فينا. وما يغطسوا فينا في الاسلام المتشدد والإرهابي. اللي يدعو إلى الظلامية. اللي يدعو إلى معناها نظرة الدنيا. إلى المرأة. إلى معارك متاح هوية. هذي شي نحب نقول أنا. نقول أنا. مقاومة أي شيء. أي فساد. لا يبتدئ إلا عن طريق العقل. والعقل أساسا. ومن بعد يجي. هي نقطة. كلمة واحدة في الموضوع هذا. وبعد وشني مش للموضوع الأهم. اللي أنا جيت منها من أجله. حكيت شنية الطريقة لمقاومة الإرهاب. يندران نبدو بالتأهيل. وبعد العقوبة. ولا نعمل العقوبة وبعد التأهيل. كل نظريات العالم فيما يتعلق بالإجرام. الردع ثم التأهيل. مش التأهيل ثم الردع. على تعكس ما يقوس يا عبد الروا. ما قلت تعكسها شيء. أنا أعطيتك نظريات العالم في الإجرام. واضح. لأنه الإخوان. أنا ما حكيتش على إجرام. أنا حكيت على حق. الإرهاب والإجرام. خليكمل. خليكمل. كل واحد كيفاش يحب يوصل لها. خليكمل. في نفس الوقت نستعمله. وقت اللي مش نوسوا إلى الجريمة. نوسوا إلى الردع. والقانون وتطبيق القانون. وفي نفس الوقت زادة. المجرمين هم. وإلا نوتات. نوتات المجرمين. ينزمنا نوعوهم. ونفهموهم. وأنه راهوا الطريق المشين فيه. راهوا خطأ. وماذا خطأ؟ بأنه نفهموهم. الفكر والعقل. وأن ذلك هو الخطأ. نقطة 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 كملة في ساعة. الأخيرة هي فيما يتعلق بالمصالح. التي يضع لها الشيخ رجل غنوش. ليه مش مصالح. نحكيه على الحوار الوطني. هو بشي قدينا للمصالح. الحوار الوطني هذي لعبة من ألاعيب وأسليب رجل غنوش. ولن يفلح ولن ينجح الحوار الوطني عليه. لأنه تول التباعد الفكري بين الأطراف السياسية قاعدوا يتعضق. المرأة رجع لن يقشو بين الشريعة والتشريعة. إلا التعليم والتعليم الموازي. الطب والطب الموازي. كل شيء ولا موازي. على شو مش نتحاوره؟ أعطيني موضوع الحوار شو مش يكون. طوى ذي على مستوى الأفكار فما التباعد والتنافر يعني لن يجمع بناتهم حتى حد. طوى على مستوى الأفراد. مستوى الأفراد كن ياخدوا رئيس الجمهورية. اللي هو ضد حوار فيه نبيل قارو. ولي أخذوا رجل غنوشي. ضد حوار فيه عابير موسي. ولي غاية الحوار فيه رجل غنوش. وعابير موسي ضد حوار فيه النهضة؟ ليه 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 تقبل. أنا أكيد لك تقبل. هو الرفض. الرفض جاي من. وشو موقف الاتحاد ما اللي يتغير هاو؟ هاو جاهن يا بش نكبل. قراطوه واخسلك الاتحاد. ها. والاتحاد يحب يعمل حوار. يبعث فيه اتلاف الكرامة وعابير موسي؟ اتلاف الكرامة ميبعدش موجود عليها موجود في شخ دراس الغنوش. بهو. أما البعاد الحقيقي والمستوى بالحقيقي هي عابير موسي وحزبها. ورئيس الجمهورية يستهدف فيه نبيل القاروي. تاو كي نحاوس لشنو بش يخرجوا جماعة اللي نبيل القاروي يقال فيه ما يقال في الاخر حادية. بش يخرجوا الحادثين من الحواء ويقعد الارهاب يحاور في الارهاب ويعملوا موسالحة شنو موضوع؟ كيفاش نتصالحوا مع الارهاب؟ وضع. اخي شنو موضوع المسالح؟ هاي نتصالحوا مع الارهاب؟ يندراء سيف الدين اللي في ليبيا ذاك مجاهد ولا ارهابي؟ سيف مخلوف مناظر حقوقي والارهابي. السيد اللي نسيها ذاك زعم حديثي وعنده نسيها يسيندو فيه؟ هذا هو الحوار. حوار بين الطرش والبكش. هذا هو الحوار اللي يحبوا عليك. هذي كل الكلام هذا اللي يكون هذا فلان وفلان وفلان يكه فلان ومحبشي حاور حبان؟ هل هناك مصالحة بين جميع التونسيين؟ ما كانش تقسيم هذا كل تقسيم التوانسة إلى شضايا إلى أقسام؟ هل هناك مصالحة بين جميع الفكرة؟ سمعني يا عاد يا ديك. ولذلك مدام ماشيين في الاتجاه هذا اللي هو اتجاهها غالط، ما مش بش يوصلوا نتيجة. على خاطر إذا كان البرلمان يقسم من جهة، رئيس الجمهورية يقسم من جهة، تقول رئيس الجمهورية بربي أنت رئيس جمهورية التوانسة الكل، تعمل في هالمشاكل وتحب تقسي الحزب الفلاني وتحب تقسي الحزب الفلاني وتقسي البرلمان، ما دخلك في هذا سمحني؟ ما هو أنت نتخبوك، على أنه نتخبوك، التوانسة كرئيس، كونوا معهم كيف كيف، وسوي، ومعناه ناديهم الكل، وإذا تحب تعمل حوار أعمل حوار، مش لا أنا نعمل حوار ولكن فلان يدخل، وفلان ما يدخلش، هذا كل كلام زايد، ما هيش التوانسة باش يوصلوا لحل، لأن تقسيمهم باش يجعل حرب قايمة، وباش تزيد تخوة بالطريقة هذا، حبي عقب تعقيب أخير، أنا التعقيب اللي نقوله، أنا في كل بصراحة سيبو بكر، كي نشيل هنا راني ما عنديش، أدرابوا هزو مع النهضة، ولا مع مخلوف، ولا مع سيد، ولا مع عمر، أنا عندي حس وطني، كما قال التواني من التفقنا سيبو بشير، أنه الناس كل تقعد التواني، بما فيه الحزب الدستوري، المدينة عندها مجموعة، عندها الحق باش تقعد في الحوار، ورئيس الجمهورية، هو المفروض يكون عنصر جامع، ليس عنصر، ليس عنصر، وليس عنصر مقمع، وفرق ما بين الناس، سمعني، سيرون بالله نصف، معناها أشكوني يراقب، أنت تراقبني بالفكر، ما تقول ليش نقصيك، الحاكم، السلطة هي اللي إذا كان حركم الحركات، تقوم ضدها قضية، واتتبحها، وإذا نزم، تشطبها، شوف الشروط، هل نعتبر لي شروط الحوار، ما هيش متوفرة، مدين فما إقصاء، لأنه من شروط الحوار، ومن شروط المصالحة، أن الحوار يقع بين أطراف متنافرة، مش أطراف متفقة، لأطراف المتفقة، لا معنى للحوار بينها، أحنا الأطراف المتنافرة هذية، خلاسي بشيرات، يعني كل واحد يقصي واحد، ولهذا يظهر لي أن الدعوة للحوار، لا معنى لهذا في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر، الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات فورية، قرارات تجيه من السلطة التنفيذية، بيش تحل مشاكله الاجتماعية الاقتصادية على الأقل في جانب كبير منها، ثم معناها تنفيقيات في كل مكان، ثم تهديدات تهدد البلاد كي تبدأ في حالة فوضى، السلطة التنفيذية يلزمها تلعب وظيفتها بأنها تعمل قرارات فورية، ورئيس الجمهورية يلزم يلعب دوره السياسي في أنه يكون جامع، ويكون محايد، ويبعد على هالتقسيمات هذية، وعلى هالكائل بمكيالين، معاه هذاكم وهذاكم لي، والفاسدين، وهذه كلمة فاساد في تونس، اللي ولدت من الناس الكل التاجر بها، والناس الكل تستعمل فيها، راهي لا معنى لها، لأن، ماذا دام واحد ما عندوش حكم جزائي، وأنتم محامين تعرفوا، ماذا دام واحد ما عندكش حكم جزائي، لا تتهيبه بالفاسد، حتى ما تتهموش بالفاسد، الخضاء هو الذي يفسد، لا دخل الحركات في بعض، لا دخل الحركات في بعض، الأفكار غصت، وتحب تعقب أن تي حاجة أخرى سامية؟ هي التعقيب اللي أنا عندي أنه البعض، من سيا عبدالوف، هو وضع، مفت وضع، لا، لا، سيا عبدالوف، ودي أعقب تعليه حتى مرة، ولاني مستعد باش نعقب عليه، ولاني مستعد باش نستفزه، وكنه له كل الاحترام والتقديم، اللي اللي نحب نقوله، أنه المعركة طو هي معركة بين الأجنحة الإخوانية، المتمثلة في سيف مخلوف، رئيس توصيف مخلوف كمشكين متحالف، ما رئيس الدولة، في حامل الانتخابية متاعه، واستغل التصوير متاعه، وبعض طلبوا منه بشي اسحبها، ورجل غانوشي، مش سند رئيس الدولة في الانتخابات بصيفة صريحة وجلية، ضد نبيل القروي، وما ريعنا اللي تتحالف، ما نبيل القروي، هو اللي ضد رئيس الجمهورية، ما ليه المعركة في حقيقة الأمر، وش في المشنسيش فيه، خلي يا ذيكا غير قابل للتصنيف، في الحزب الوطنية الثابت على المبادئ، حزب عبيل، والأخرين شنين اللي قاد، الكلها معركة، الكل نعرفه تاريخه، محمد عبي نعرفه تاريخه، سيف مخلوف، رئيس الدولة، الكل تاريخهم معلوم ومعروف، معركة بين أجنحة إخوانية، وشنين معركة، شكون ترضى عليه تركيا وقتر، وتمولوا أكثر، هذيك المعركة، ورئيس الدولة، اللي يدعي ما يدعي، ويقول أنا ويدعي معركة شارسة، ضد سيف مخلوف، ومن خلاله وهو ضد رجل غنوش، أول الشر يمشي القطر، وآخر الشر يقبل المدعي من العامة قطر، إش توالي المعركة، هوا سباق نحو ربح، ثيقة، وتمويل، تركيا وقتر، هذا موقفك، انت عاكري حال نحترموه، هما ما نتفقش معاك، نعتبر أن المعركة، الأهم هو كيفاش، النجم الحظ على تونس ومستقرها، في نفس السياق، ثم شخصية زادة أن كنا سواها أعنى، وبالفعل كل مرة تفجأنا بردود فعل، ثم رئيس السابق، الدكتور منصف الملزوقي، عطى تصريح لجريدة قدس العربي، اللي هي كذلك مولى من قطر، تصريح هذا ضمن اتهامات خطيرة، وغير مسبوقة، معناتها، لبلد عزيز وشقيق، لنا وجار غربي، هو الجزائر، وصل منصف ملزوقي يقول، أن النظام الجزائري، قد أجرم في حق شعبه، وفي حق الاتحاد المغاربي، والشعب الصحراوي، بل حمل جزائر بمسؤولية، معناتها إفشال مشروع المغرب العربي، هو رئيس دولة السابق، معناتها على الأقل عنده واجب، متع التحفظ، واجب مراعاة مصالح البلاد متاعه، وواجب معناتها الاحترام، على الأقل هالعلاقات، وكذلك الظرف اللي تعيشه، حتى الجزائر نفسها كل، هل يعقل أن يزلوا منه مثل التصريح؟ فضل حذرين؟ لا يعقل هو تصريح غير مسؤول، من رئيس جمهورية، ومن حقوقي، ومن رئيس معناها جمهورية، كان يمثل في وقت ما، الدبلوماسية التونسية، اللي هي على الحياد، وإن نعتبر التصريح حذية ليس عفوي، وإنما هو الشجرة التي تخفي الغابة، أحنا نعرف، لكلنا ولاء، معنتها، الولاءات اللي عند سيد مرسف المرزوقي، للدولة الشقيقة كذلك، اللي هي المغرب، وباقي يحب يدخل، طوال أخرين مدخلنا في أحلاف تركيا، 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 المغرب معروف، وعاش في المغرب غادي، وحتى برشا كلام تقال على الظروف اللي تجاء فيها، اللي هو طوال يحب معتها، يعطي صور البوه لأنه كان مناظل ويوسفي، أما الظهل لي يا بابا وقتشنوا لي وشرفا، لما يموت الكبير، نعم أعمق من ذلك، يتموقع بالنسبة لي، يدخل في حلف، يحب يدخل البلاد التونسية، فهو دخل فيه الحلف، أحنا دجان قاسيو، معناها في الإسلاميين، اللي دخلونا في الحلف القطري التركي، هو يحب تويدخلنا في معركة، معناها متاع المغرب ضد الجزائر، أعتقد أنه يتموقع في هذا الدوجر، وما يضرب مسالح تونس، بانسير يضرب مسالح تونس، إحنا معناتها الجزائر على الحدود، وعنا برشا معناها، بلد عزيز وشكير، وش دخلنا احنا في السياسة الخارجية، وفي النظام الجزائري، وضع الداخل في الجزائر، يهم الجزائريين، والجزائريين، والجزائر عصية عليه، معناتها، الوضع الداخلي يهم الجزائريين، وتاريخ الجزائر يختلف نوعا ما، عن تاريخ تونس، والجزائر عندها جيش يختلف عن الجيش التونسي، يعني مفهماش حتى دولة، الواقع متاح هيوازي دولة أخرى، وما دخلوش في السياسات الخارجية، وعليش في هالمرحلة هذه بالضبط، لازينا احتقان معناتها، مع الاحتقان داخلي، يحب يزيد يخلقنا مشاكل مع البلدان الخارجية، نعتبروا ليه مسؤول، ونعتبر ليه مسؤول، ويزموا، يلتغن، يلتغن، قبل ما يتكلم، كل مرة يجيبش يتكلم يحربها، هو بالنسبة للمرسم المرزوقي، أشيئهم من أتيهم اللي يستغربوا، وعودنا بهالمواقف، والمواقف هذه كلها معروفة عليش، الكل يرتزق، يرتزق هو صحافي مرتزق، شبه صحافي مرتزق، وعمل عقد مع الجزيرة، معقد الجزيرة، ليش قلتك شبه صحافي، لأنه هو متعاقد، وشيك في روتريت متاع رئيسه، ياخو روتريت رئيس، ومتعاقد مع الجزيرة، ويخدم في طرح، طرح سياسي معروف، وتقارب المغرب وقطر معروف، ومعروف موقف قطر، وهو هنا ترجى في موقف قطر وتركيا، في جريدة قطرية، وينانه مقابل ذلك أجرة، مصرح بها، وقت اللي هو عنده عقد بتاع صحافي، يعني منصف المرزوق، ما نصنفوهش كرائج دولة في التصريح هذا، وما نصنفوهش كتونسي، نصنفوه كصحافي، يشتغل لدى الجزيرة، ومكلف بمهمة، والجزيرة بسيفة عامة، مكلفة بمهمات، وتعرفوا الدور القذر الحشيكم، اللي لعبته في تونس، وفي ليبيا، وفي مصر، واللي طالع فيه لحد الآن في سوريا، وفي جميع الأقطار العربية، وتعرفوا الدور التخريبي، القناة الجزيرة، والتمويل المشبوه لها من طرف تركيا وقطر، وهذا محور الشر الجديد، سعبد الأوف، سعبد الأوف، وهو يدخل في إتار، معناها سياسة المحاور، يلعب في دور، مكلفينه بدور، يقعد يلعب فيه، معناها، وهو أمر مؤسف، ونحن الجزيرة الشقيقة، لها كل المحبة، وكل الاحترام، والتقدير، وعندها خلافة قديمة مع المغرب، بالمفروض نوصل مبينها وما بين المغرب، يوصلوا لحل المبينات، ويبدو أنه تم حتى هناك حوار لحل المشاكل، ولو أنه تم الشعب الصحراوي، والدولة الجمهورية الصحراوية هذه، ما زالت شدة في بعض المواقف، لكن تم فتح حوار مبينات، وأنه كأنه يسكب الزيت على النار، واللي هو المفروض يكون معناها رجل كصحافي، أو شبه صحافي، أو رجل فكر، أو صاحب الفكر، فهمتني؟ المفروض ينقى بنفسه، ويرتقيه، المنح الذي تعطي له فهد الدولة، والتونسية، والشعب التونسي، من مال الشعب التونسي، اللي جاع، وجوع، والنظام، اللي جعله هو رئيس، بسبعة ألف سوط، المفروض يحترم الشعب التونسي، وينقى به عن المشاكل، خاصة المعناها الخارجية، نحن نقصين مشاكل تورو في الداخل، حتى باش نزيده مشكلة مع الجزائر الشقيقة، فهمتني، ويدخل فيها، ويتحدث عليها، وهي السبب، وما هي السبب، انت كي شديت رئيس دولة، اش عملت، باك شديت، شديت ثلاثة سنين، ولا قدرت، اش عمل، في موضوع المغرب العربي، اللي كنا كنا ندو به، صباحا، ومساء، وما نقولوش حتى يوم لا حد، يوم لا حد نرتاع، معناها كنا ندو به، والمغرب العربي الكبير راهوا، معناها مشروع لو يتحقق من، من أبدع الأشياء، اللي تخرج بشعوبنا كل، معناها شعوب المغرب العربي، من الوضع البائس اللي تعيشوا، الخارجية، وهو أمر خطير، وخطير جدا، معنا نحن ومع الجزائر، ونحترم الجزائر، والجزائر الشاقيقة، وحشاها من الكلام اللي يسبهوا لها، ثم الإشكالية كل سيبو بكر والأخوة، هي، وقعت الدخلات خارجية، من دول كبرى، من استعمار، من صهيونية، من كده، في عديد الدول، وخاصة أن هذه الدول الضعيفة، كيف تونس، وكيف ليبيا، وكيف غيرها إلى غير ذلك، نحن نخشو، أنه يقعنا مثل موقع الليبيا مثلا، يتقسم وتوانسة إلى اثنين، وكل واحد يمشي، يتدخل، يجيب الخارج، وتولي معركة، ومعاش تتفصل، هذا اللي ينخشو منه، وهذا خطير، خدمة أو تصريح، منصف المردوقي، السابق، الحقيقة، يندرج في هذا الموضوع، بأنه، يعمل، صلب، تدخل، خارجي، ضد تونس، لا شك في ذلك، وهذا ما ينبغي أن نحتطر منه، وعلش نقول أنا منذ حين، يتوانسة راكم، إذا كانوا بشتبوا هكا، باش تقسموا، القش، إلى، إلى شقين، أو ثلاثة، أو أربعة، الله هو أعلم، ويولي كل واحد يتدخل بالخارج، ويحتمي على أخيه بالخارج، هذه أخطر، وهذه موجودة، ثم تدخلات خارجية، يعني التدخلات الخارجية الآن على الأقل في المال، واضحة، وتعرفها الناس كل، عدة أحزاب تقبض من الخارج، ولكن بكل أسف، لحد الآن، السلطة الحاكمة، كم من سنة؟ معناها، سكرت على الباب هذا، ولم تفتح أي شيء، رغم اللي كثير من السياسيين تحدثوا، من أعلامين تحدثوا، من جرائد، من أعلام، بما فيها الجنوبية، تعرضت هالموضوع هذي، وقالت رأوا خطير، كم من مرة؟ هذا هو أخطر شيء، راهو، إذا بشاب قطوانسة هيك، يأكلوا بعضهم، ويتحاربوا مع بعضهم، رأوا التدخلات السياسية الواقعة الآن، والمالية، باش تولي تدخلات عسكرية، ورب يستحق، إذا كان، في نفس السياق، أنا أحب نضيف بحاجة، ولو، ما نصورش لتصريح عفوي، أو بريء، في توقيت متاعه، كنشوفه مثلا، الجريد القدس العربي، مبرمج، مبرمج، مخطط له، لعدة اعتبارات، باعتبار التطورات، التي تشهدها، المنطقة، خاصة بعد تحرير المغرب، لمنطقة الكركارات، ومحصل الغادي، من تدخل، وخاصة كذلك، بعد اعتراف، وإقرار عديد الدول الخليجية، كما السعودية، كما الإمارات، كما البحرين، بحقية المغرب، معناتها بشكل عالني، في أرضها في السحرة، وإقامة حتى، معناتها، خنصليات، في منطقة العيون، ولكن، الأخطر، في المعطى، في هذا، هو افتتاحية، المجلة، كنت طلعت عليها قبل نهارين، تاعة الجيش الجزائري، أعتبرها من أخطر الافتتاحيات، التي صدرت، والتي تقول فيها، بالحرف الواحد، أن الجيش الجزائري، المؤسسة العسكرية، لن تبقى مكتوفة الأيدي، أمام هذه التطورات الأقليمية، التي تشهدها المنطقة، والتي تضر بشكل خطير، بأمن واستقرار جزائري، لأول مرة، نتبقى مجال الجيش الجزائري، ديما نقرأها، لأول مرة، فيه معناتها، رسالة واضحة، لعديد الأطراف الخارجية، أن المؤسسة العسكرية، سيكون لها شأن ودور، خلال المرحلة القادمة، خاصة، أنت سامي تعرف، التحوير اليقاع في الدستور الجزائري، تمت مصادقة عليه مؤخرا، إن شاء الله، رئيس عبد المجيد تابون، يكون يتعافى بعد المرض اللي أصابه، من بين الفصول الجديدة، هو السماح للجيش الجزائري، بالخيام بمهمات خارج، معناتها، تراب الجزائري، حضو الجزائري، كان ممنوع، كان ممنوع، كان ممنوع، هذا حذبا ما يأكد للمنطقة بالفعل، معتها، مقبل على تطورات وتحولات جغراسية مهمة، جيش الجزائري، ديما يلعب دور تاريخي كبير في الجزائر، وكان ديما صمام أمان للجزائر، وديما القوات العسكرية، طبعا بالاستقرار، وحدة الجزائر، وديما راه الجيش الجزائري، عنده، من اللي بديت الثورات العربية، وهالربيع هذه، ينتشر القوات على الحدود، معناها الحدود الليبية، والحدود التونسية، وكل، وفهم حاجة أخرى، قوية برشة في الجزائر، اللي هي المخابرات الجزائرية، مخابرات الجزائرية في العديد من الأحيان، كانت تقبل، تخبر تونس، تتعامل مع المخابرات التونسية، وتخبرها بأشيان، المخابرات الجزائرية، قوية برشة، فما تعاون وتنسيق في الإرهاب، تعرف الخطر الداهم، وتعرف شنوه بشياقة، وتاخذ الاحتياطات اللي لازمة لذلك، وزيد حاجة أخرى، معناتها، الجزائر من أكثر البلدين العربية، اللي عندها جيش إلكتروني فاعل، أكثر من مليون شخص، الروس كونهم لهم، وله، معناها، على السير سيباغ نيتيك، هذيك السيبير أتاك، دونك يعرفوا، ويتبعوا، ويصابقون، معناتها، ونحن نعرفوا، من وقت، ما اللي بديت، من 2001، من اللي بديت، من اللي لقى في تونس، وبعد في مصر، وليبيا، نعرفوا للجزائر مستهدفة، 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 ونحبوا يستغلوا الحراق، وكل، ولكن الجيش شادد في الجزائر، وبالتالي، سيكون لها تأثير سلبي، معناها، نحن المقسم، تقسيم المقسم الداخلي في تونس، وبالتالي، لا تكون لحمة وطنية، الناس كل تقود مع بعضها، وتحكي مع بعضها، في إطار وطني، صادق، يكون فيه الحديث، ونحن، الجزائر، هي بيدها، معانتنا، ياسر، ضد الإرهاب، وضد الإخوان، ولولا تواجد الجزائر، بحذانا، ربما رأي تونس، رأي، مش تتخاف جرا، ومعناها، المرأة ترجم في حفرة، وتعدم، ويصير فهم نسير، وإلى غير ذلك، بالصدق، لأن الجزائر، معناها، كان عندها دور كبير جدا، في حماية الحدود، وفي التعامل مع المخابرات التونسية، كما كنت تعلم، سمحني، سنكمل، وفيه خصوص، حتى الضغط، فيه خصوص سياسات معينة داخلية وخارجية، والله، والله، نعرف الدور، هذا هو، حتى أثير جزائر، حتى أثير جزائر، القيادة الجزائرية، ماذا بينا، المنطقة تقعد فيه دولة، تحل كل المشاكل، وكلنا عرب ومسلمين، وبربر، بما يحبوا يقولوا، ويقولوا، لكن معناها، نحن منطقة موحدة، نحبوها، تقعد على الأقل في الحد الأدنى، بتاع السلم والسلام، فما حاجات، ما تقالوش، أشرت لها حدامي، بقليكا، فيما يتعلق بقوة المخابرات الجزائرية، حتى المخابرات التونسية، أنا أذكر، حديث كان أدل بيها، رئيس السابق، زين عبدالي بن العلي، لمجلة النوفول بسلواتور، جون دانيال، وقتها هو أجر مع الحوار، يسأل فيه كيفاش حدث معتها، التغيير في سبعة نوفمبر، قالوا، كانت الجزائر على علم، هل أنت بش تقدم على الإيطاحة، أو الإيزاحة، أو الإنقلاب على بورقيبة، جواب وقتها، جملة الشهيرة اللي قال ابن علي، قال كنا نعلم أن الجزائريين علموا بالأمر، كنا نعلم، نعم، 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 لا شك، أن الجزائر مستهدفة من زمان، مستهدفة لعدة أسباب، خاصة القوى الأجنبية والاستعمارية والصيونية، تعتبر نفسها سيطرة على ليبيا، وحتى تونس، أنت استتبع لها الأمر غاية، معناها ما استتبلش الأمر، ولكن خلخلت، وثم معناها قوات سياسية في تونس، وثم حزابهم يعملوا مع الخارج، هذا شيء طبيعي، لذلك، أربع عبور، أربع عبور أعتبرها، بالنظر إلى الاعترافات بالكيان الصهيوني، معناها الأخيرة، أو بالنظر إلى أن القوى الخارجية تريد أن تستولى على نفط الجزائر، وتريد تمسح المنطقة هذه، تقسيم الجزائر كذلك، كما ليبيا، لذلك الآن الجزائر مستهدفة أكبر استهداف، وما تكلم من الجيش الجزائري، وما نقحوا معناها الدستور، إلا لأنهم بالفعل شعرين بخطر داهم نحو الجزائر، يعني لماذا نحن ندخل في الأمر هذا؟ طمص المرزوقي، كي أعطي تصيح من نوع هذا؟ ماذا ندخلنا أحنا بش ندخل في الجزائر؟ موظف، موظف، ولا بش نعطيه أحكام على وضع الجزائر، هو سمى عناصر ياسيب وكر، سمى عناصر وأحزاب في تونس، هي تعمل مع الخارج وزود تونس، واضحة، وتأخذ في أموال، هناك تدخل مالي، كي مالحب كل ياسيب وكر، اللي شدوا في تونس، موظفين عند الخير، ياسي روب شوية، هذا هو، واضح، الوقت دهام، نحب نسمع، معناها، التدخل المالي موجود من زمان، والسلطة الحاكمة في تونس، ما حبش، كيف ماذا؟ تعضيه، لذلك يحبوا يزيدوا، يتدخلوا عسكرياً، والاستيلات تام، واضح، خلنا نقص لكلمة التفضل، بالنسبة للوضع الجزائر، الحالي هي مواصلة المؤامرة سيبوباك، هي المؤامرة ابتدأت، والمحاولات تعددت للإطاحة بالجزائر الشخيقة، المؤامرة الأولى في العشرية السوداء، والجيش الجزائري تعرفوا الدور اللي لعبوا، وقفوا، ووقفة صامدة، وانا وقتها كنت مشيت للجزائر في العهد، في بطولة إفريقية، في الكرة الطائرة النسائية، وشفت الدرك، وماليش في الجزائر، وقتها عنا في بجاية، وشفت الدور والدرك، فيش لذ بطولة إفريقية، وسط الإرهد، كانوا معناها، النزل اللي ساكنين فيها، تلقى الجلش الجزائري اللي لها كاملة فوق السطوحات، والسباح الحافلة اللي تقلنا، تلقى مدرعة مقدام، مش احنا، ها وفود نسائيا، الكل قادة، وتنظبت البطولة في أحسن الظروف، رغم اللي كين حلوا الراديونة البولتوز، قلوا اليوم في باراج تقتلوا عشرين، جيش متنكر قتلى ربعين، ومع ذاك حذرت وشاهد، الدور الكبير اللي لعبوا الجيش الجزائري، في المحافظة على النظام في الجزائر، المؤامرة الثانية هي المؤامرة الأخيرة، اللي أطاحت بالرئيس، أنا نعتبره البطل، اللي هو بوتفليقة، لأنه عبدالزيز بوتفليقة هو اللي جاء، النجم يقولوا عمل شبه الصلح مع الأخوان، ووضع حد العشرية السودية، يخيهم مش هو اللي عمل عليهم عفو، ونزلهم، في الأخر شقول اللي دار عليهم، وقالوا له هيك على كرسي، وهك فوق كرسي وتاعة كرسي ونحاوه، مهم الأخوان، وطاول الأخوان كي ملقاوش حتى دخل الجزائر من الداخل، لأن الشعب الجزائري عكس الشعب التونسي، والشعب الليبي، شعب واعي، وفاهم اللي دكتاتورية ظالمة، أحصل من الأخوان عادلين، قاعدوا مستقرين، دخلوا لعادتها، دخلة جديدة هذية، اللي هي دخلة تنفكوه لك أرضك، ويعرفوا حساسية الجزائر، وغيرتهم على أرضهم، ووطنيتهم، وحبهم الوطنهم، هيك أو حتى ترجع للجزائر بش يتحرك، والتحرك هذا، لو في مصلحة الجزائر، لو في مصلحة تونس، معنى هو دفعوها دفعاً، اللي تحرك ضد مصلح، عميه لا أدارش كيش، بوس اللي فعلت يحفل بيء، يا كل عصاء، والنسلك، والهينة، يا يقوم عام الحرب ما هي فيه غنان عنه، والا، سعد روف 30 ثانية، كلمة الختامة، كلمة الختامة أنا أقول، الله يحسن العقبة، الدعوة إلى الحرار، الدعوة إلى المصالحة، إنعم سيدي، إنعم سيدي، أنا ضد أن ندخلوا بعضنا، لكلنا ضدنا، ضدنا لأن ندخلوا بعضنا، أما لا بيش، تقول لناهضة لا، سمحني، إيه ملأ، ما تحوار معها لا، سمحني، رئيس الدولة، رئيس الدولة هو اللي قادم بشتخذ الجراعات، هل سيدي هم العددهم الأغلبية، سمحني، سمحني، كانوا الثانين، رئيس الدولة هو العدد أجمع، سمحني، النهضة كانوا هم الليبنانين مثلاً في البرلمان، أثم أغلبية صوتتهم، صوتناهم، عندهم قاعدة شعبية، عندهم قاعدة شعبية، والحيوات، الصلح والحيوات، يا ودينا ما حاشتي بشي، أنا حاشتي، وأنا البلاد، كيرروح الداري، ما حاشتيش، أنه نبدأ في كل 10 كيلومتر، 10 كيلومتر، سمح هذا، وسمح حارف، ناس ما زالت تحلم بالرجوع إلى الدكتاتورية، وناس تحلم إلى الدكتور، الرجوع إلى النظام البوليسي، والنظام العسكري، يا أخي، لا رجوع إلى الخلف، لا رجوع إلى الوراء، نحن ننظر إلى ما هو أفضل، في الجزيرة، بالديمقراطية، كيف ذا؟ لا، سيباشير، لا، نحن من دكتاتورية، من عشر أرجوع، الشعب التونسي قال لكم، سيباشير، وأكد، وأكد أنه، التوانسوا كلهم، إذا كان ما يصلحوشوا مع بعضهم، هذا رئيس الجمهورية قاعد يقسم في البلاد، البرلمان كيف كيف، أصبح عنف، بحيث كلها مشاكل الأحزاب، ولا واحد، كل الحل يحب يطيح لآخر، الصالحوا لماشيين اليقرى، ماشيين للهواء، ولا حذامي، 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 وفين الوقت؟ أنا نحب نعمل دعوة للناس اللي، بلا يخلي كل ما حاب يرد على العدروس، بش نصالح، بش نتصالحوا على أن المرأة ويعاه جنسي، هذا صلحة؟ لا لا، صلحة لا يقصد صلحة، ما شنوه الصلح؟ حذامي، أنا نحب نعمل، أنا نحب نعمل، سمحني صلح وطني، حذامي، حذامي، نحب نعمل، كذلك بصلح، ولكن نحب ندعو الناس اللي، اللي تؤمن بمدنية الدولة، وبعلوية القانون، وبالمحافظة على الدستور، بش يتوحدوا مبيناتهم، أنا ضد الاستقصال، هذا الخطاب متاحهم مبني على العنف ومبني على الاقصاء، لنستأصيلهم، ولكن من خليهمش يكونوا أغلبية، ما يكونوش أغلبية، ما يخليهمش يكونوا أغلبية، معناها الاقصاء متاحهم لا يتم بالعنف، وإنما يتم بالعقل، بالحجة، ويتم بأنه في البرلمان، يعملوا أغلبية جديدة، إخي احنا مكتوب علينا باش نعملوا معناتها تلاف الكرامة ونهضة وقلب تونس، معناها يعملوا أغلبية جديدة، تلتقي على مشروع، تلتقي على مشروع وتحافظ على النموذج المجتمعي تونسي، لأني بالنسبة لينا، لأني بالنسبة لينا النموذج المجتمعي التونسي، هذا هو اللي نتافه عليها الناس الكل، سي باشير، شكر لعميد بشير السيد، شكرا للأستاذ عبدالوب عزابي، رئيس حزب حداثة والمحامي، كذلك على حضوركم، أتمنى أولكم فوز في الانتخابة القادمة، شكرا للسياسي يا شمعين، أول فياً، شكرا حزامي 개인محزوب، شكرا حزامي المحزوب، وفا وفا وقال بكة، وفا وووغور ووقت، لغا ووقت، شكرا الحزامي محذوب، الاباحة الفاسف والسياسية، كما نشكر مشاهين الكرام، وفا ووغ سياسر، كما نشكر مشاهدينا الكرام على هذا الهتمام، وهذه المتابعة لهذه الحلقاء، لا ت aspireت من ترستيقية، موقات ممتعة ملك موقات ممتعة مع بقية برامج قلت جنوبية أستردعكم الله وتصبحون على ألفي ألفي خير اشتركوا في القناة